ترجمة نانسي قنقر رئيس الوزراء الموقر إلى تنفيذ 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً وسياحياً بالمحافظة الجنوبية تمن وقدر كل الجهود التي يطلع به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظة الجنوبية واللي طبعاً من شأنه الارتقاء وتطوير مختلف مناطق المحافظة الجنوبية فهو منذ تسلم زمامها وهو يسعى بشتى ممكناته المشورية وممكناته أيضاً التشاورية بشكل عام من أجل معرفة ما هو ممكن تنفيذه داخل المناطق المحافظة الجنوبية طبعاً المحافظة الجنوبية ابتهجت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والتي هي ليست بغريبة على سموه لأن مملكة البحرين والقيادة الرشيدة حريصة على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن البحريني في كافة محافظات المملكة ولكن الجميل في هذه المشاريع أنها جاءت من حرص محافظة المحافظة الجنوبية الأمير خليفة بن علي لتلمس حاجات المواطنين من خلال تواصله معه سواء في المجالس أو زياراته للمؤسسات المجتمع المدني فجاءت هذه المشاريع متكاملة في كافة المجالات المشاريع في المحافظة الجنوبية نحن كأفراد في المحافظة ننتظرها من زمون وأعتقد أن أطلاق هذه المشاريع عطتنا وأملها التبخير بأن إن شاء الله المحافظة الجنوبية تتطور وتتقاير رغم أن هذه السنين كلها متقايرت لأن المحافظة الجنوبية فيها المثقفين فيها المهندسين فيها الرواد من السنين وأن هذه المشاريع ناضعة من حاجات المحافظة بالفعل أشكر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه الاهتمام دائم وتنميته لهذا الوطن القالي وتعودنا دائما إلى أنه سيكون نصاقية حق المتطلبات الشعب والوطن أو تنميته وتطويره عندنا في المحافظة بالخاصة في المحافظة الجنوبية توجيهات سامية أثلجت قلوب أهالي الجنوبية خصوصاً وأن سمو رئيس الوزراء الموقر وجه محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بالإسراع في الانتهاء من ثلاثة مشاريع جاري تنفيذها حالياً بالمحافظة الجنوبية أقدم تحية أجلال وأكبار إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعا على توجيهاته بإقرار 14 مشروع تنموي وخدمي وسياحي في المحافظة الجنوبية الذي سيعود بالنفع والفائدة لأهالي المنطقة وطبعا هذه المشاريع أكيد لها عكاس إيجابي كبير على المحافظة هناك توجيهات كريمة وصريحة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروعات تنموية تعزز وتحقق التنمية المستدامة للمحافظة الجنوبية وأيضا تنفيذ بعض المشروعات الجديدة في المحافظة الجنوبية وكلها الحقيقة تصب في خانة تحقيق التنمية المستدامة كما أشرت في ذلك في البداية أنا أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه على هذه المبادرة التي ستساهم بإذن الله في تحسين المعيشة الحياتية بالنسبة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والمشاريع الأربعة عشر مشروع اللي راح يتنفذون بإذن الله في المحافظة الجنوبية جدا كنا طبعا سعيدين بالتغييرات اللي صايرة حاليا بالمحافظة الجنوبية كنا متعطشين لوجود مشاريع جديدة لتنمية هذه المنطقة كنا دائما نتأمل بتطوير الأشياء الشعبية بالمنطقة كنا نتأمل بعد وجود نشاطات كما ماشى على طريقة احترافية كنا نتمنى وجود نشاطات سينموات المنطقة هذه تحتاج أشياء كثيرة ترفيهية وأشياء ثانية تمس أو لها ارتباط بالأرض بطبيعة الناس اللي من رفع طبعا أهالي المنطقة يترقبون هذه المشاريع من فترة طويلة انتقام في المحافظة الجنوبية وجدا سعداء بهذه المبادرة وهذه المشاريع اللي سوف تخدم أهالي المنطقة الجنوبية وإحنا إن شاء الله سوف نقوم بكل الدعم للمحافظة الجنوبية وسوف نتواصلوا إياها مثل ما شفنا الله يحفظ سمو الشيخ خليفة بن علي فاتح أبواب المحافظة الجنوبية ويستمع لجميع المواطنين والمقيمين الموجودين في المحافظة الجنوبية طبعا بداية نحب أن نرفع آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلم والخليفة رئيس الوزراء المقر حافظوا الله على التوجيهات السامية لتنفيذ 14 مشروع منطقة جنوبية طبعا هذا يدل على اهتمام سموه بهذه المنطقة وتلمس احتلاجاتهم وتطلعاتهم لهذه المنطقة باسمي وباسم أهالي منطقة الدور أرفع اسم آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهال خليفة حفظه الله ورعاه على ما أمر به سموه إنشاء وتنفيذ مجلس آيات الدور الذي أثلج صدور الأهالي وأفرحهم وهذا المشروع سوف يخدم الأهالي بجميع المناسبات مشاريع تشكل بداية انطلاقة لمشاريع ونهضة تنموية واسعة تلبي احتياجات أهل المحافظة تلبسها محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بعد الزيارات الميدانية التي قام بها خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر